اهلا بكم في واحدة من حلقتنا الممتعة دائما دائما النهاردة معظيف مهم جدا والموضوع مهم جدا بس خلينا اقول لكم انه برضو في حدث مهم قوي في فلسطين الحبيبة اول حالتي ولادة لطفلين من ابوين ولد بتقنية الحال المجاري يعني الله ده حاجة جميل شوف العلم جميل ازاي الابوين اساسا اتولدوا بالحال المجاري النهاردة الطفلهم موجود في الحياة خلي بالكم انه ده معناها ان احنا وصلنا بقى لمرحلة الاطمئنان التام الى انه الحال المجاري ليس له اي تأثيرات نقدروا عليها ريموت متأخرة التواجد ريموت يعني كلمة في الطب بتخوف الناس جدا الطبيين ريموت كومبليكيشن ايه يا ريموت كومبليكيشن انه تقنية ما ندرسها على المدى القريب فما نجدش لها اي مضاعفات ولا لها اي مشاكل بس ننتظر على المدى البعيد ايه مشكلة المدى البعيد انه عامل الزمان هنا مهم قوي انك بتنتظر ان الناس دول يكبروا ويبقوا ازواج ويخلفوا فنشوف الاولاد بتاعتهم كاملين ما فهمش اي عيوب خلقية فيش اي مشكلة خالص على المستوى الجيني على المستوى الكرموزومي كل الامور منطبطة يبقى احنا كده ضمننا انه مفيش مضاعفات جاية على الريموت كومبليكيشن المضاعفات على المدى البعيد الناس اللي في الطب يعني اهل الطب عاربين كواس جدا انه دراسة المشكلات او مضاعفات المتطورة على المدى البعيد هي اصعب انواع الدراسات عايزة زمن ودراسة وعايزة متابعة ونحن نحتفظ بالحالات دي كن نكتد معانا ونتواصل معاهم والمسألة قد تاخد تلاتين سنة وخمسة وعشرين سنة من المتابعة فالقصة دي مهمة اوة اللي طبعا طالب الشراونة ده سبعة وستين سنة معركة طويلة استمرت تلات عقود في سبيل الانجاب تمكن سنة سبعة وتسعين من اجراء عملية الحال المنجاري ورزق بتلات توائم وهم محمد طالب الشراونة وشخيقه يحيا وده عام تمنية وتسعين وطبعا جي بعد كده الاتنين رزقوا بأولاد طبيعيين جدا قصة المهمة دي تخلينا اقول ان سبحان الله العلم بيدي حاجة بفضل ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى اعتقد انه من منحه انه بيكافئ طالب العلم بيكافئ اللي بيصدق العلم لانه احنا في عالم الاسباب وربنا دينا المثال لهذا الاسباب انا عايز اقول لكم يعني ناس اللي لسه بتفكر بتقولك هو الحق المجالي ده يعني مطابق لارادة ربنا اكيد مطابق لارادة ربنا لان ربنا سبحانه وتعالى خلالة نعتقد ان احنا عايشين في حياة الاغذ بالاسباب اكبر مثال كده سيدنا ايشوب عليه السلام لما بتوليه لما بدأ يخرج من الابتلاء لما بفكر بقى بعد الصبر انه يسأل ربنا ربنا سبحانه وتعالى امره بانه يضع ارقد برجلك هذا مختصن فارد وشراب ما ربنا كان قادر انه يقول الامر كون فيكون بس هو بين الايوب عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وللكل البشرية انتو في عالم الاغذ بالاسباب فاخدوا بالاسباب ده امر الهي وده مهم جدا من ينكر هذا يوم بيخرج خارج النموس الالهي عكس ما هو معتقد بالعكس ده ما بيمشيش وراء ارادة ربنا اللي بيقولك يا ابني امشي بالاسباب يعني يا عبدي امشي بالاسباب ده كلام ربنا لعباده النهاردة بقى حوار ديام وثوق ممتع جدا مع قيمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم الحق الميجالي وعالم الاخصاب المساعد وفي عالم النساء والتوليد وعلاج العقم أكيد عند زوجين الاسم الكبير في يزال ميجال أستاذ الدكتور عادل أبو الحسن محمد خارج الرحم ده ممكن يودي بحياة الأم لو لم يكتشف بدلي أو إذا اكتشف مؤخرا هيبقى فيه نازيف داخلي جامل جدا ولازم تلحق بقى وتجيب نقل دمه ونقل بلازمه حاجات زي كبير الحقن الميجالي هو حمل خارج الرحم حمل خارج الرحم يؤدي يعني هنعمل حقن مجهي دورت جدا الحقيقة استمنا بتعمل علاقة وثيقة جدا مع المضايب في حالة تكايص المضايب قصة مسيرة جدا استمنا يعني زيادة معدل كنت لديهون في الجسم السنة طبعا لها مخاطر جامدة جدا بداية من البحث عن الإنجاب وتأثيرها على الست وتأثيرها على الزوج عمليات التكميم وعمليات البيباس لتحويل المسار يجب أن لا يحدث حمل قبل سنة إلى سنتين بعد الزوء مساء هذه الجراحات ولازم طبعا بيمشوا على فيتامينز فور لايف الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب زميل جماعة كيل للمناظر والجراحات المايكروسكوبية بألمانيا وعضو الجماعية الأمريكية للخصوبة والعقم اسم حولي نرحب بضيف العزيز الدكتور عادل أبو الحسن الإسم الكبير وطبعا استشاري الحقن المجهري وأطفال النبيب وصحب الدكتور عمراض النساء والتوليد نورتنا وشرفتنا وخطه عزيزة ولو أن خلاص أنت ما بين اسكندريا والقائرة يعني بقيت نصر الأسبوع هنا ونصر الأسبوع هناك ولا إيه أنا بشكرها جدا دكتور أيمن يعني مش نصر الأسبوع ولا نصر الأسبوع هو يومين في القائرة والبيت نصر في اسكندريا للأصل يعني آه طبعا لكنه حشتونا جدا والله يبقى أن الحيامود ده يعني ده شرف كبير لنا نهاردة عندنا الحوار مقسم إلى قسمين مهمين هبدأ الأول بالحق المجهري وأسباب فشلس وما نذهب إلى الكيسز الحالات تطبقية فالحال المجهري في حاجة مهمة جدا دلوقتي بتواجهنا في أسباب فشل الحق المجهري سيحن في كلام متعلق بالمركز مركز الحق المجهري يعني نفسه في عاجات متعلقة بالدكتور لكن فيك الأمراض المناعية أو المشاكل الجهاز المناعي وأمراض الرحم بتحط نفسها في مقدمة المشاكل صح كده؟ ده صح 100% أولاً عشان نقول فشل الحق المجهري هو الحق المجهري فيه ثلاث فيه هرم له ثلاث أطلع رئيسي بوايدة وحيان منوي وبيطانطة رحم أي سبب يؤدي إلى خلل في هذه المنظومة في البوايدة أو الحيان منوي أو بطانطة رحم بيؤدي إلى فشل الحق المجهري أو يؤدي إلى الإجهاض المتكررة بعد الحق المجهري وعدم ثبات الأجنة فيه تجويف الرحم بعد إجراء العملية فالأسباب كتير جداً فيه أسباب تتعلق بالحيان المنوي سواء كان أسباب تتعلق بالعدد أو بالحركة أو بالتشوهات أو بالDNA المكون الرئيسي في الحيان المنوي أو أسباب تتعلق بالبوايدة سواء كان عضب رضو قليل أو فيه عيب كروموزومية في البوايدات أو يكون فيه تشوهات في شكل البوايدات أو فيه أسباب تتعلق بطانطة رحم أو تجويف الرحم ضعف بطنطر رحم أو تبقى بطنطر رحم طعيفة جداً أو السمكها مش السمك المطلوب أو شكلها مش شكل المطلوب أو الوظيفة الفيسيولوجية بتاع بطنطر رحم لاستقبال الأجنة مش موجودة دي أهم حاجة في الموضوع في أسباب تشريحية زي الحاجز الرحمي أو التشوهات الخلقية في التجويف الرحم أو الحاجز الرحمي أو اللحمية أو الأورام اللي فيها أو الالتساقات دي كلها كل واحدة من دورها عايزة حلقات منفصل أسباب المناعية اللي هي ما تبقى خافية شوية عن بعض الناس أو بعض الأطباء يعني مهمة أروف اللي من دول بتاكنا عملت حقن مجهية وما نجحش بوائدة كويسة الأجنة كويسة جداً وعملت مرة ومرة ومرة وثلاثة وما حصلش حمل لازم هنا نفكر على أطفل الأسباب المناعية أو الأسباب الكروموزومية وهنا يأتي دور الفحص الوراثي للأجنة أثناء أو بعد إجراء الحقن المجهية هيقفلنا على السبب بالزبط وهالأجنة دي كويسة ودلقة وفيها عيوب كروموزومية ودلقة ونقدر ننقل الأجنة السليمة ووراثياً ودلقة بيعزز جداً فرص الحمل بعد إجراء الحقن المجهية أو الأسباب المناعية زي الأجسام المضادة المرجودة في تجويف الرحم أو نقص في بعض الهرمونات أو نقص في بعض المواد اللي بتفرز السيتوكينز المرجودة في تنترحم تؤدي إلى مرماس الأجنة جوة تجويف الرحم أسباب المناعية بتمثل دور مهم جداً جداً بعد استبعاد كل الأسباب الأخرى التشريحية والفيسيولوجية اللي ممكن تؤثر على سباة الأجنة في الرحم هابدأ الأول بالرحم إيه الأشياء اللي قد توجد في الرحم وتعيق تنفيذ الحقن المجهاري بشكل جيد وهل الفريق العمل المتابع للحقن المجهاري بيبقى عنده الدرجة من المتابعة عنده الدرجة من التشخيص أنه يقدر يكتشف هذه الأشياء لأننا بستغرب هل إحنا في 2019 دخلين على 2020 في حالات بتعمل حقن المجهاري وتفوت حاجات داخل الرحم اللي أعتقد أنه بيقى واضحة من المتابعين أو من فريق العمل ما يشخصه بعد إياه سنهارك وفريق العمل مهم جداً ينفيش حقن المجهاري من ريه فريق عمل فيه فريق عمل خاص بالأخذ الهيستري من المريض عشان يقول لنا بالزبط التاريخ المرضي هو سنه قد إيه واختيار الحالات لها طوابط محددة بدايةاً لعمل التحليل المطلوبة للأشعات لصنائية الأبعاد وصنائية الأبعاد وربعية الأبعاد والمنزار الرحمي كل ده بيقوم به أو بتحضير له جزء من فريق العمل اللي هو بيستقبله حالة في الأول ثم بعد كده تحديد البرتوكول المناسب لكل سيدة إن كل سيدة تختلف عن الأخرى في البرتوكول المناسب لها ببرتوكول التنشيط يعني فالستلس النوع الزغير اللي لها ببرتوكول مخصوص المتوسطي للعمر لهم ببرتوكول مخصوص البوليس بوندر أو الناس اللي هم فوق الثمانية والثلاثين أو تسعة وثلاثين سنة لهم ببرتوكول مخصوص ده بيحددوا الاستشاوي اللي هو على رأس فريق العمل يعني بعد كده بييجي بقى الجزء الأهم وهو المعمل المعمل ده موضوع مختلف خالص كل المعامل دلوقتي فيها تقنيات حديثة جداً أو معظم المعامل أو المراكز الكليا المعمل بيقوم بأهم دور وهو اندقاء البوردات الجيدة وحيوانات المناولة الجيدة بأجهزة حديثة جداً ودلوقتي بقى عندنا معظمها مجهزة بتقنيات الكابسولة أو الهواء النظيف يعني فبيدي نسبة نجاح عالية جداً في حالة الحقن المجهي كمان الحضانات في تقدم جامد جداً في موضوع الحضانات اللي موجودة جوة معامل الحقن المجهي زي الحضانات اللي هي الحضانات الزاكية وحضانات التريب الجادسة اللي بتقعد اليوم الخامس كل دي بتضيف حاجات جديدة جداً وبتزود النساء بنجاح الحقن المجهي بعد كده بيجي دور نقل الأجنة أو إرجاع الأجنة ودي تحتاج إلى مهارة عالية جداً وتحتاج أنه الطبيب الاستشاري اللي هو على رأس فريق العمل هو لازم يقوم بزير خطر فعلاً لأهم خطر في الموضوع وليها أوقات معينة وليها طريقة معينة وليها أساطر معينة وليها طايمينج معين يعني اليوم الثاني أو الثالث أو الخامس أو ممكن تنقل الماريتين دي حاجة جديدة جداً بنعملها دلوقتي بتعزز فرص النجاح أو بتزيد من فرص النجاح زي ما احنا شايفين هنا الفيديو ده ده فيديو رائع جداً عن إزاي بنعمل نقل الأجنة في عمل الحقن المجهي بيكون الانتهاء بيجي بعد كده دور المثبتات أو الأدوية في طفرة تبيرة جداً برضو في موضوع الاخترار الأدوية اللي هي اللي يتيني فيه السابورت بتزود جداً فرص مجاح الحقن المجهي في حالات الفشل المتكرر للحقن المجهي عظيم إذا نحن وقفين قدام أنه برضو هل في تشخيص المشاكل أصبح مؤسر وليما عدتش في النهار ده حضرتك لك أنا مخدتش بالي الأجهزة كلها متوفاة كل صناعة الأبعاد والسلوسة الأبعاد معدتش فيه كلمة مخدتش بالي ده معدتش فيه لأ خلاص مش مسموح مش مسموح طب هو قولك طب أنا ما حملتش ليه برضو يعني أنا عملت حقن المجهي والدكتور قال لي كل شيء كويس ومرة واثنين وما حصلش حمل هنا يأتي دور في شرقين في الحتة دي همان هحمل تاني في هنا احنا بنحاول ندور على الأسباب ونحلها الأسباب دي بنشخصها يأما بالمنزار الرحمي يأما بالمنزار البطني ورحمي مع بعض يأما بالصناعة وبقى الأبعاد ما فيش حاجة بقى فيه جي الدور الإلهي بقى ما هو في الآخر فيه دور الإلهي إرادة ربنا صحنا وتعالى ممكن يعني يعني تيجي الإرادة دي فيه وقت معين في سنة معينة بعد محاولات معينة ممكن تيجي لوحدها لوحدة تحمل بعد كل المحاولات دي في وجه نحامل طبيعي جدا ونشوفها كتير جدا فلازم نبدي فرصة للإرادة الإلهية ونقامل نصبر إذا الدكتور كان ثقة إذا المعمل كان بشتغل فيه ثقة والمركز ثقة والعيان متطمن إلى إجراءات تعملت له كلها مزبوطة وبتعمل له على كل خطوة بتعمل توجيه وشرح مفصل إحنا بنعمل إيه وفيه كذا وحنصلح كذا وفيه التهافر تنت رحم حنعمل منزار وحناخد له علاج أو فيه لحمية أو شلناها لا ده فيه انتفاخ في قناة فالوب قبل حقا لازم نفصلها من الرحم عشان ما متأسرش على الأجنة بعد نقل الأجنة أو لو فيه بتاعة رحم وهاجأ كل ده الطبيب لازم يكون حطه في اعتباره ووعي ليه جدا ويحضر نفسه كويس ويحضر عيناك كويس وما يستعجلش لا هو ولا المريض لو كان عايز أعمل حق المجاري الشهردة مش حاجة اسمها الشهردة في حاجة اسمها التحضير واختيار المريض وعلاج الأسباب اللي بمكن تفشي الحق المجاري أولا ثم بعد كده بقى نتكلم في البرتوكول ونتكلم في الأدوية المستخدمة ونتكلم في التنشيط يكون ازاي وكل حاجة لها البرتوكول مخصوص الورم اللي في البوكيمان البوع بوع بتاع الست والبنت تمام وحتى بس في الحال المجاري هو بوع بوع فاشل الحال المجاري بالزبط الورم اللي في جاه عليه كلام كتير جدا جدا بس احنا النهاردة بنتكلم جايد لاينز يعني النهاردة يعني أنصح السيادات اللي منكم يكون بإسمعاد الوقت يكتبوا بالورقة والقلم احنا نقول ايه في هذا الموضوع يعني الورم اللي في بيتشخص سهل جدا حتى بالسنارة سنارة الأبعاد ونقدر نعرف مكانه بالزبط وحجمه وممكن يأثر الحق المجاري هو ده لأ فالورم اللي في بطريقة بسيطة جدا لو هو صغير جدا حتى سنتي نص سنتي وجوه تجويفة راحا ده لازم يتشاهل خلق يعني ما فيهاش ممكن ده صغير ده لازم يتشاهل هنا في الصورة هنا جوه تجويفة راح عامل ما أثر على التجويفة عامل انبعاج في بطنطة راحا في تجويفة راحا ما نجوه طب أنا يعني هعمل حق المجهان هرجع أجنة ازاي واضح جدا في الصور هنا الانيميشن ده الورم اللي في مؤثر على التجويف أكا من الحالات بنبدأ حق المجهاني ونفاجأ أو يكون بدأ برع وجاة التطمن انه فيه ورم ليفي في الجدار نفسه ومؤثر على التجويف ونأجل الإرجاع ونجمد كل الأجنة بعد كده نعمل عملية بالمنظر نشيل الورم اللي في ونرجع أجنة بعد 3 شهور بيبقى النتيجة مذهلة كويسة جدا فالورم اللي في إذا كان جوه تجويفة راحا أي أن كان حجمه لازم تتشال فعضة الرحم نفسها لو أكتر من 5 سنتي لازم تتشال لو أقل من 5 سنتي ومش ضغطة على تجويفة راحا مش لازم لكن لو أقل من 5 سنتي وضغطة على تجويفة راحا سراء كان من فنس من فوق أو من الجن دي اللازم تتشاب المنظر الورم اللي في اللي في جوه الرحم من بره أي أن كان حجمها ومش وصل تجويفة راحا سيبها وانت من طبعا من جيش جنبها خالص فده قصة قصة باختصار وده جاية لائنز كلها تاعت الورم اللي في لأن الورم اللي في ده حتى أقولك إيه مش مأثر على تجويفة راحا وحجمه صغير بس لسيت ما بتحملش برضو في بقى ريموت إفكت الحقيقة تتكلم عني في الأول ريموت كومبليكيشن فيه ريموت إفكت للورم اللي في يعني تأثير متأخر تأثير متأخر إنه هو أحيانا يبقى صغير وفي عضلة الرحم ومش بقى أثر على التجويف لكن بيطلع ويفز بيأثر على حتة اسمها ترانسفورميشن زون ما بين تجويف بطنة الرحم والعضلة نفسها يعمل فيها انقباضات معينة فتطرط الأجنة فلو واحدة عمت حق المجهاي مرتين تهاتي أو مناعة وفي عضلة الرحم حتى لو صغير هنا في الحالة دي يفضل إزالته بالمنظر ده كل ما يتعلق ومناعة مليفي باختصار شديد طيب الجهاز الخاص بالمناعة ده كلمة تقلق وخصوصا في الناس اللي بدأوا يتبحروا في المجال الطبي أول ما تقول لهم في مشكلة منعية عندهم بيخافوا جدا ليس سببين الناس عدى اعتقاد إنه لأي خلل في المناعة ملوش علاج وارتباط المشاكل المناعية بالكورتزون بيقلق برضو نتيجة إن ثقافة المصريين إن ست اللي تاخد كورتزون هيحصلها تغيرات كتيرة مورفولوجية هي ما تحباش ده تدخن وزنه يزيد شعره يزيد في وشها ده ده في الأحلات اللي فيها خلل مناعي بزي عايزين نوف قدام المناعة أولا موضوع المناعة ده موضوع مش مؤلق خلص وما يخايفش الناس خلص ليه بقى هو في الآخر هنعمل تحليل كتير جدا وتحليل مكلفة جدا للمناعة راكسان مضادة وتي اتش وان وتي اتش تو وانتي فسفوليبت سينبرومز يعني تحليل هتخشها في مبلغ ضخم جدا بس في الآخر هو بتشخص بي حاجة تين بي اكسي كلوجين إنه مفيش حاجة تانية تمنع مجاح الحقن المجهي وبالتحليل الغالي اللي احنا عملناها دي طب بتحليل طلعت ان هي فيه هنعمل ايه برضو هنالجأ للكرتزون بس هنا الكرتزون بيتاخد بطريقة فنية جدا وبطريقة تدريجية ولازم يتسحب بتدريج وفيه قدرية اخرى زي الانترا فينس اميونو جلوبلينز اللي هو حقن اميونو جلوبلينز في الوريد بطريقة معينة او حاجة يسمعها انترا لبيد في الوريد برضو اللي هو زي المحلول اللبن ده بيتحقن انت في الوريد بعد ارجاع الاجنة كلها حاجات بقى ليها علاك في حاجات احدث من كده هي ميرة وحاجات جنبة جدا بس يعني كل الاسباب المناعية بقى ليها علاك بس في الغالب في الغالب ببقى فيها عوامل اخرى معها يعني يعني في الغالب ببقى فيه اسباب اخر مع الاسباب المناعية يجبوا هناخد بالنا منها مش هي ما بتقاش لوحدها دايماً بقى فيها معها حاجة تانية فالتركيز في الحالة والتركيز في الأسباب وإعطاء الأدوية المزبوطة في التوقيتات المزبوطة بيفرق جداً في الأسباب المناعية هلوح بقى للسؤال اللي بيفرق نفسه بقوة أنه يظن البعض أن الحقن المجهري عاملها آلية فيها تكنولوجيا فالمهارة الطبية فيها بقت محدودة أنه أي حد بدون خبرة يقدر يعمل الحقن المجهري لأنه زي ما بيقوله هو ما كان مشغل نفسه بنفسه هو الحقن المجهري بيعتمد أساساً على الخبرة مش أي حد النهاردة هيطلع كيف نبقى من الحقن المجهري لأنه فيه تفاصيل كتير جداً وفيه تكنولوجيا عالية جداً ومن أول خطوات وفيه ووركشوبس كتير جداً بتعمل في حقن أكتر برانش بتعمل فيه ووركشوبس وتدريبات ومؤتمرات هو الحقن المجهري ليه؟ لأنه برانش معقد فيه تفاصيل كتير جداً وفيه فيسيولوجيا على أعلى مستوى فلازم الواحد يكون دارس كويس جداً أناتومي الصفة التشريحية للجهازة المسؤولة للست والراجل ولازم يكون دارس فيسيولوجيا كويس جداً وتطبيق الكلام ده على شغله في الحقن المجهري لازم يكون واخد دراسات كتير لازم يكون قمضى وقت كتير جداً في هذه المهنة كمان المعمل لازم يكون على مستوى عالي جداً جداً ولازم فيه فريق عامل زبحارك أولت المعمل مع دكتور الزكور استشاري الزكور مع استشاري الحقن المجهري هم دول اللي بشكلوا الكور أو النوال لأي مركز ناجح أو أي طبيب ناجح فبالعكس الحقن المجهري أو تقنية التأخي أو علاقة الأخوة الإنجاب بيحتاج تركيز عالي جداً وبيحتاج خبرة عالية جداً جداً والتكنولوجيا فيه جامدة جداً لا تنتهي هل سن الزكين بالفعل يلعب دور مهم؟ طبعاً هو أهم حاجة سن الزكين يعني كل ما كان سنها زراية كل ما نسبة النجاح اتفعت كل ما كان السن زراية كل ما بقى عندها فرصة بقى عندها عدد أجنة كتير عدد بوادات كتير ممكن ترجع وعندها أجنة زيادة تجمدها تعمل بها مرة وثنين وثلاثة لكن لو سن متأخر بالعكس هيبقى بوادات قليلة جداً الكواليتي بتاعتها قليلة مش هتطلع بأجنة كتير كمان استقبال الرحم لهذه الأجنة بيبقى ضعيف وبالتالي النسبة النجاح بتقل مش عشان كمان عدد أجنة قليلة عشان استقبال بطنة الرحم للأجنة بيبقى ضعيف في السن العالي فسن المريض مهم جداً جداً وسن المريض مهم كمان في تجميد البوايدات يعني اللي من دول فيه موضوع كبير يسبب تجميد البوايدات السيتات يحتفظوا بالبوايدات بتاعاتهم عشان لو فكروا يأجلوا سن الزواج يبقوا استخداموا البوايدات دي حاجة مهمة جداً إنه بتحتفظ بالكواليتي بتاعت البوايدة وهي سنها صغيرة حتى مليك ترجعها وهي جبيرة في السن شوية اسمها الاحتفاظ بالخصوبة أول عيسوا بالله الناس اللي عندهم بيقدروا لها كانسر أو حدة بيقدروا هم يستخدموها بعد ما يتعالجوا من هذه المواضيع فالسن عامل فيصالي في مجاح الحقل المجهال دي مهمة جداً ناس كتير مش فاهمة قيمة الحيوان المنوي في الحقل المجهالي إنه يكون جيد الناس عندها يقولك طماشي أنا عارف إن في بوايدة جيدة لكن حيوان منوي جيد ما هو العلاقة الجنسية بتتم كويس وفي حيات منوية من ناحية العدد ومن ناحية الشكل بان كويس ما هو الحقل المجهالي أساني يتعامل علشان الميل فاكتور عشان مشكلة الرجل عشان مشكلة الرجل فالمشكلة دي مش عادت بس ولا حركة بس ولا تشوارت بس فيه كمان الكورموزوم تحيان المنوي فمهم جداً 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 إن الدكتور يكون ملم بمواصفات الحيان المنوي بالصفة التشريحية بتاعته بالحركة بتاعته إزاي يعني بكل تفاصيل ده جزء أساس هم 30% حيوان المنوي 30% بعد 30% تنترحم ده حاجة مهمة جداً السؤال المهم الحالة النفسية الحالة المزاجية الضغوط العصبية يمكن الناس بدأت تفهم تأثير الحالة النفسية على العلاقة الزوجية على يعني أكيد اللي عندك تقابل اللي عندك تقابل ما بتقديش العلاقة بشكل جيد لكن هل تؤثر الحالة النفسية على العملية تبدو مع عملية زي الحالة المجارية؟ 100% صحة يعني الحالة النفسية زي ما بتأثر مزاجياً على العلاقة الزوجية بتأثر في نتيجة الحالة المجارية لما هيجي لحد في العادة يقول لي أنا مزاجي مش حالو أو نفسيتي مش مزبوطة بقولها أجل عملية أجل عملية ولازم عندك ثقة في نفسك إن ربنا هكريمكم هتحمل إن شاء الله دي حاجة مهمة جداً لأنه برضو الحالة المزاجية أو الحالة النفسية بينتج عنها هرمونات معينة أو ريسيبتورز المعاب تتأثر بيها بتنعكس على الهرمونات بتنعكس على استقبال هذه الهرمونات الريسيبتورز بتاعتها اللي بجودها في الراحم في دي حاجة مهمة جداً الحالة المزاجية أو الحالة النفسية بتؤثر تأثير مباشر على نجاح عملية الحق المجاري وعشان كده بقى فيه لوقت عندنا حاجة اسمها IVF Support IVF Support ده اللي هو السابورت الطبي أو الفني أو السابورت النفسي والمعناوي والسابورت المادي لعيانين لحق المجاري ده ثلاث أرلع ده حاجة مهمة جداً جداً السؤال المهم بقى إيه الحالة اللي ينبغي أن إحنا نقول لها ماينفعكيش حق المجاري لأنه اللي هقول لها ينفعك حق المجاري ويجري إلى حق المجاري يعتبر جريمة يعتبر طليل بعد سن معين ماينفعش نعمل حق المجاري يعني بعد خمسة واربعين سنة مثلاً ماينفعش نعمل حق المجاري أو لو حد مصير يبقى لازم عايف إنه نسبة المجاري لن تتعدى مثلاً نص 1% أو 1% على حسب تحليل ايه ماينتش عنده واحدة مثلاً عملت تحليل وتضربوا بالجلهاش وتيجي تقول لك أنا أزم حق المجاري تفاجأ إنه الرحم بتاعه توفتوايلي يعني إنفنتالي يوترس هتمن حق المجاري إزاي؟ وقال لك أنا أزم حق المجاري واحدة ما عندهاش مبايد فيه كده فيه سندرومز مؤينة كونجينة الأبليزيا في المبايد تقول لك تبعنا عامل حق المجاري ما مفيش مبايد أصلاً يعني فيه رحم وفيه قنوات فلوب بس ما فيش مبايد هتمن حق الجيوه وضعت منين؟ بدي منفعش تمن حق المجاري واحد ما عندهش حاجات مناوية في التحليل وكمان عمل في الخصية وعمل منزار وفتح وكل حاجة ومفيش طب بقول لك يعني فيه بنسمح حاجات غريبة شوية خل المضهر ما ينفعش يمحق المجاري خلاص أو الله بنسمحك كان لكله في العيادات يتقاب والله يا تكتير آيمن أنا أخذ فيه ناس بقولوا كده والله ما ينفعش مفيش فهيمحق المجاري إزاي؟ بس هي فيه 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 ناس فيه ناس فيه يجي تحلولك إيه؟ الامتش زيو حيث بحق المجاري مجاري مجاري ما فيش مخزون مبيض ما فيش مخزون مبيض خالص بس فيه أسباب تانية غريب إحنا قلناها؟ طبعا فيه أسباب كتير آآ واحدة عملت مثلا سبعتاشر أنا شفت سبعتاشر حق المجاري وعايز تسمي حاجة جديرة ما هي عملت كل حاجة في الدنيا ترتاح بقى لأنه يعني لو فيه هستوري من الأدوية اللي بتاخدها ممكن تتأثرها هي نفسيا بقى بعد كده يعني يعني لو فيه حاجة جديدة هنعملها هنعملها لغا ما فيش حاجة جديدة هيبقى نفس الأوتكم فيه وقت لازم تنصح المريض إن هو يرتاح بقى يعني أحيانا بنقول واحد يردب قضاء ربنا وهو ربنا فيه ناس عملت سبعتاشر واحد وعشرين مرة عملية حق المجاري وربنا ما قردش وعلى فكرة ما فيش سبب أول الله وإحنا بنتكلم عن الحق المجاري القصص دايما أو الكيسز هي اللي بتفرض نفسها بتفرض نفسها القصة القصة لها قيمة ودايما لغة الناس تختلف عن لغة الأطباء ليهم منطوق في المشاكل صحيح إن إحنا بنحاول إحنا نطرح هذه المشكلات بطريقة معينة لكن خليني النهاردة نطرح مشكلات عديدة بس في صورة كيسز في صورة يعني روايات تمام الكيس الأول منه بتقولك أنا سيدة عمري 24 سنة مهم ما قوي بقى السن وملاحظة بص أنا رجعت كل الكيسز وكلهم قيلين سنهم يعني إحنا عندنا 24 و 27 و 30 و واحدة مش جايبة كيسز و 38 و 27 دي كل الكيسز كل دو جودلس بوندر طب قويس يعني إحنا من ناحية السن معادة واحدة أهي 38 يا ساوزا ما جبتيش السنة الكيسز 24 بتقول هي متزوجها من سنة ونص لم أرزق بأطفال كانت بتعاني من قلة الدورة الشهرية قولي جمنورية وعدم انتظامنا وكسرت شعر وكسرت صور الشعر وانتفاخ شديد في البطن وألام في السادي فما الحل وما هي طرق العلاج خلي بالكوا الكيس دي مهمة في التشخيص على مستوى البطنة والنسب لأن هي ممكن تيجي لدكتور بطنة بنفس الأعراض انتفاخ ألام في السادي شعر زيادة طولا واحدا بسيو النسبة بسيو تكيسهم بايد هاي هايزو تيزم بالنسبة للبطنة بسيو؟ بسيو برضو واخر بالحضرتك فهي دي قولا واحدا بسيو تكيس مبايد على طول تكيس مبايد دي لها جايد لاينز مهمة جدا دي فيها نفس الأعراض بالزبط كده لازم تبقى واخد بالك كويس قوي إن هي هتعمل تحليل تاني يوم تدور عشان تؤكد تشخيص تكيس المبايد والتحليل دي خريطة هرمونية معروفة AMH, FSH, LH-Buratin E2 والتستوستورون والتستوستورون كلها والدهياء والسيكس هرمون بايندين جلوب لين كلهم لازم نتعاملوا تاني يوم تدور بعد كده بنتأكد إن التشخيص ده مظبوط وهو تكيس مبايد بنبدأ نتعامل معاه بالجايدلاينز اللي هو إيه الجايدلاينز إنها لازم تاخد ميتفورمن 16 أسبوع زي بلوكوفاج وصور كلام ده ولازم تقلل وزنها 10% لازم ترعب إيرادة كل يوم نص ساعة 30 ديار كل يوم أو 250 ديار كل أسبوع ولازم تاخد أدوية تنظم لها الدور الشهرية في أدوية كتير غير هرمونية وفي أدوية هرمونية كل حالة على حسب حالتها فده حالة الكيس مبايد تختلف بقى العلاج لو كانت أنيسة أو لو كانت متزوجة لو كانت أنيسة لاها علاج ولو كانت متزوجة زي الحالة اللي معنا بتاخد أول تنشيط بأقراس لمدة 3 شهور ما كانش بتاخد أقراس مع حقن لترى شهور تانيين ما كانش بتزود الحقن بحقن بس ترى شهور يعني 9 شهور تنشيط ده البيوتوكول بتاعها ما حملتش بترجع بعد كده الترقاح الصناعي ما حملتش بترقاح الصناعي بتعمل حقن المجهة ده باختصار شديد موضوع التكاسب التكاسب تاع الحالة دي اه بتاع الحالة دي برضو التكاسب ببايد حجم انتشاره قد دي حقيقة بقى منتشر جداً نظراً العادات السريعة في الأكر بقى زاد يعني هو أساساً كان منتشر بس تزاد أو في البنات اللي هم التين ايجرز للاستخدامات العادات الخاطئة في الوجبات السريعة مش عايز يسمى أسامي يعني لكن كل الوجبات اللي هي الفاست فودز يعني كلها مليانة هرمونات كلها مليانة استروجين فدي بتزود جداً تعرف حركة الكاسب موضوع هايبر استروجينيميا هايبر اندروجينيميا فكل الوجبات السريعة فيها اندروجينيم فيها استروجين بيزود جداً كمان الفراخ يعني الموضوع ده أنا مصير عليه جداً الاكثار من الفراخ البيضة والهوت دوكز والوجبات السريعة الحاجات اللي فيها هرمونات الحاجات اللي فيها هرمونات جداً والشيبسيات والكلام ده كله اللي هم عايشين عليها كل البنات اللي بيشتغلوا حتى في الشغل طول النهارة عاديم بيشتغلوا وبياخدوا حاجات مني دي كارسة كبيرة الحالة التانية بتقول انها حامل عمرها سبع عاشين سنة وأجهضت من أربع شهور بسبب الحامل خارج الرحم هي دوكي حامل بس هي من أربع شهور أجهضت بسبب اكتوبك بريجنسي ازاي يعرف ازا كان حامل خارج الرحم او داخله بالوعدة؟ ده سؤال مهم جداً حضرتك ازاي يعرف ازا كان حامل خارج الرحم او هيبقى خارج الرحم ده من اول زيارة عرف اتنا حامل بتعمل تحليل كونتيته بيتا اتشي سي جي تحليل حامل رقم وتعيده بعد 48 ساعة ازا الهرمون الدبل هي بتطمن جداً مش هيكون خارج الرحم او لو معدل الزيادة بعد 48 ساعة 66% فيه ما فوق بتطمن ان شاء الله ما يكونش خارج الرحم اقل من 66% او ستشنة او سبز زي ما هو او بي ال يبقى هنا فيه مشكلة طب نفصلها اكتر يعني انا لو عملت الترساوند ما لقيتش الجستشنة ساك او كيس الحامل الجوه رحم والهرمون ما زادش بالطريقة انا عايزها بس بشرط ان انا ما شوفش كيس الحامل الجوه رحم افكر اعطوه في الحامل الخارج الرحم الحامل الخارج الرحم بيبقى غالباً 90% في قناة فالوب نتيجة الالتهابات او صفة تشريحية مش مزبوطة هنا في الفيديو بيبين يعني جداً ازاي بيحصل الحامل المانو بيجرعش يلقح البوايدة في قناة فالوب والمفروض بعد كده ان هو بعد ما يلقح البوايدة يرجع بيها تاني مسافة لمدة 5 ايام عشان يخش ينغمس فيه تجويف الرحم قناة فالوب هي المكان الرئيسي للحامل الخارج الرحم وبالتالي باقدر اعرف بالسنار سنار الابعاد او سلاسة الابعاد او بالدوبلا الحامل الخارج الرحم فين بالزبط واقدر اتعامل معه بسرعة جداً احياناً من غير ما اصهر على قناة فالوب واحياناً باستقصد قناة فالوب على حسب هي اتهتكت في نزيف داخلي العيانة استيبول العيانة انستيبول يعني العيانة هيمو ديناميكة الاستيبول ولا لا يعني التحليم بتاعتها كويسة مجلوبينها كويسة مانا زفيتش كتير هقدر اتعامل مع قناة فالوب واخش بالمنظر واشير الحامل الخارج الرحم وحافظ على قناة فالوب ده عياناً مش مزبوطة او دخلة في شك او دخلة في صدمة او غيبوبة لازم اخش بسرعة واقفل قناة فالوب واقفل الشران اللي بيغزيها وممكن استعصلها واعتمد على قناة تانية يا جماعة يا حامل الخارج الرحم ده يعني انت عندك بويضة وحيوان ملوي عريس وعروس المفروض هيعمله فرح في قاعد فرح يدخلوا يقعدوا في قاعة الفرح جوه لو انت جيت لقيت عريس وعروسها مخوهم خفيف شوية قاعدين في الجراج العربيات قاعدين برا قاعدين الحفلة بتاعتهم قاعدين في المدخل بتاع الفندو قاعدين طيب يا جماعة دخلوا يقعدوا في القاعة عابدت قاعدين هن والناس طب ما انت كده ما انت باز الفرح باز الفرح باز الفرح بالزبط انت شبيه دقيق جدا كمان الحامل الخارج يا رحم مش فقان فالوب بس ممكن يحصل في الماء بياد باش ما يعودوا بقا في الممارة ممارة اه ممكن يعودوا في الممارة اه عودوا في اي حتة هم مش عايزين يروحوا عودوا في القاعة في مشكلة مع الام بس هو لازم يكون الدكتور ميندد بالحمل الخارج يا رحم عشان يشخصه اه لازم يكون هو بيكشف على حالة اول مرة واعي عايف ان هيبص على ايه بالزبط ويستبعد ايه بالزبط دي حاجة مهمة جدا حالة اللي جاية بقى حالة مؤقتة شوية بتقولك انا عمري ثلاثين سنة متزوجة من خمس سنوات حملت مرتين قبل كده وعلى شهر ونص يوقف النبض ويحصل ايه حد هو سبب ايه وزاية جنب ده طبعا مش زاية جنب ده ده رعب يا انت دي سرومبوفيلي يا رطول دكتور ايمن سرومبوفيلي سرومبوفيلي أنتفوسفوليم�ول صندوم لهاšهم دي طبعا شان اسبتة اسبيع فغالبا هتطلع بوسط موجب هتطلع موجب اللي هي التحليل بتاعت حالة معينة understanding لوبوس يوجد غيلاطات فيه تحليل صوفيستيكيت جدا بتشخيص الحالة دي ولما بتتشخص بتتعالج كويس جدا بس العلاج مش ان انا قدي حقا سيولة وخلاص او اسبيرين وخلاص لا هو لازم حقا سيولة هتتاخد بنوع معين بتركيز معين بمدة معينة فور طول الحمل يبقى تأخر الانجاب ويبقى هذه المشاكل زي ما نقولنا مشاكل حيوية مهمة جدا تحتاج الى الكثير من التطقيق ضيف العزيز لسوس الدكتور عدى ابو الحسن واستشاري الحق المجاري واطفال نبيب وصاحب دكتور أمراض النساء والتوليد والعقم عند الزوجين وزميل جامعة كيل المناظير والجرحات الماكروسكوبية بألماني وعضو الجامعية الأمريكية للخصوبة والعقم كان في الدكتور خليكم دايما مع الدكتور